اشتركوا في القناة وذلك بمناسبة عودة سموه من الجمهورية الفرنسية بعد حضوره منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي اختتمت في العاصمة الفرنسية حيث حققت مملكة البحرين فيها إنجازا عالميا كبيرا في تاريخ منافسات الأولمبياد بحصدها أربع ميداليات ملونة ذهبيتين وفضية وبرونزية في مختلف الألعاب وأعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على العمل المميز والمتقن الذي يقوم به سموه في خدمة الرياضة البحرينية وإطلاق المبادرات الداعمة للقطاع الشبابي والرياضي وما حققه من إنجازات لوطنه في مختلف الرياضات وجهود سموه المتواصلة لإعلاء شأن المملكة في مختلف المحافل الرياضية وأشد جلالته بالإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققته المملكة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس والذي يضاف إلى سجل إنجازاتها الرياضية المشرفة والذي رسخ مكانتها وريادتها على الخارطة الرياضية العالمية مثمنا جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ودعم وتشجيع ومساندة سموهما والتي شكلت حافزا ودافعا للرياضي المملكة لتحقيق هذا الإنجاز الأولمبي العالمي واعتلاء منصات التتويج معربا أيده الله عن تهنئته وشكره للرياضيين البحرينيين الذين رفعوا راية الوطن عالية خفاقة وما قدموه من أداء ومستويات متميزة وعروض قوية وما أظهروه من روح رياضية عالية في المنافسات ومنوها جلالته بالجهود التي بذلت من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية وجميع من ساهم في تحقيق هذه النتائج المشرفة وأشاد جلالة الملك المعظم بما تشهده الرياضة البحرينية من تطور مستمر وإنجازات نوعية بعزيمة أبناء وبنات المملكة وهو فخر لنا جميعا مؤكدا الحرص على مواصلة تقديم كل الرعاية والدعم لشبابنا الرياضي ليواصلوا عطاءهم ومسيرتهم الناجحة في كل المحافل الشبابية والرياضية متمنيا جلالته لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ولسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وأكافة الشباب البحريني دوم التوفيق في المشاركات القادمة ومواصلة طريق الإنجازات خدمة لوطنهم وطنهم وطنهم مواصلة طريقة